أعلنت مصادر ميدانية أن مقتل العاشرات من قوات النظام السوري في دارية بغطة دمشق الغربية في معارك مع فصيل من المعارضة المسلحة يطلق على نفسه اسم لواء شهداء الإسلام وتحدث مصدر من الفصيل عن مقتل نحو أربعين من عناصر قوات النظام وجرح العشرات وقال المصدر أن مسلحي الفصيل تمكن من تدمير عربات عسكرية ومضرعات أثناء صد الهجوم الذي شمل كافة محاور المدينة وترافق مع قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون كما تعرضت مواقع تابعة للمعارضة المسلحة لقصف بالبراميل المتفجرة أصفر عن وقوع جرحة وشددت قوات النظام حصارها لمدينة دارية مع قصف يومي بالبراميل المتفجرة مع شن هجمات متكررة بهدف اقتحامها دائما بحسب ما يسمى لواء شهداء الإسلام